اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تدعو دائما إلى نشر ثقافة الاعتدال والسلام والمحبة والوئام بين الدول والشعوب وتدفع بالاستمرار إلى حل النزاعات والخلافات بين الدول بالطرق السلمية والدبلوماسية وعبر التسويات السياسية جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيسة مجلس النواب اليوم سعدت النائب فلاديمير جوتنيوف عضو مجلس الدوم الروسي رئيس لجنة الصناعة والتجارة البرلمانية رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الروسية العربية وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة في كافة المجالات كما تمت مناقشة القضايا والملفات المشتركة ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق المواقف الثنائية تحقيقا لسبل الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب وتوظيف العمل البرلماني لتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين من جانبه أكد وفد مجلس الدوم الروسي الحرص على تعزيز العلاقات بين مجلس النواب البحريني ومجلس الدوم الروسي لتفعيل مجالات التعاون المتميز في الكثير من المشاريع مؤكدا التطلع لتنشيط اللجان المشتركة لرجال الأعمال في البلدين الصديقين وفتح أفاق جديد من التعاون الثقافي والتعليمي والتكنولوجي والاستثماري شكرا شكرا